مرحبا يا أصدقائي اليوم سوف نقرأ قصة القاتلة هنا مكتوبة قصة القاتلة وهنا أيضا إذن سوف نبدأ على بركة الله بهذه القصص والشميع وسوف أيضا إذا غلطنا ننون بهذه الأشياء حسنا سوف نبدأ بالقصة الأولى القاتلة حسنا دقيقة فقط حسنا هذو فتيات كانوها الوردية والصفرية كانو مخشي من بعضهم ومعدي تكوش رحو يديرو حو تقاتلو ومعدي تكت قاتلو شوفوا وردية هي اللي غلبت ومعدي تكفي المحكمة هذه المحكمة وردية يعني ماتت وبقات بقات وردية بقات بنفسجية بقات زرقية وبقات برتقالية وهذه ماتت وهذه المحكمة وهذه المحكمة وهذه هاهم الألوان الوردية الأزرقية برتقالية والبنفسجية ومعدي تك قالت هذه من القاتل لست أنا هذي كذا تكذب وهذه خلص دمه ماتت أنا أيضا من الآن ومعدي تكوش القاتلة هي وردية نقص دمها ولونها هاهم في السيارة حين يديوها الطبيب هاهم هاي القاتلة وهي الميتة مه وبعد تك القاتلة صار وجهها كبير وشعرها كبير أيضا حسنا سوف نكمل القصة الآن ثم ذهب ثم ذهب عند الطبيب وعندما وعندما ثم ذهب ذهبت وردية في أحد البيوت ولمزت شيئا فصار وجهها كبير وشعرها أيضا ثم زاد وجهها وزاد شعرها ثم قالت بنفسجية آه لقد سمعت صوتا ثم ذهبوا عند وردية فرأوا وجهها فرأوا وردية فرأوا وجهها وردية كبيرا كبيرا جدا ورأوا ورأوا شعرها كبيرا جدا ثم قالت برتقالية لماذا تفعلين ماذا تفعلين يا وردية قالت وردية أخرجوا من هنا ولا تعودوا أبدا قالت زرقية ولماذا أنت كبيرة الحجم قالت وردية لا شيء وردية 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 قالت مجددا أخرجوا بسرعة دقيقة أخرجوا بسرعة وإلا ثم ثم رأت شوكولاتة فأخذتها وقالت واو سوف أكلها وحدي ثم أكلتها بسرعة من جوع وأرادت أن تأكل واحدة مثلها ولم تأتنت به لأن الشوكولاتة كانت سحرية ثم جاء الطبيب لكي يفحصها وقالت مجددا أخرج ثم قال يجب أن نفحص قالت يجب أن نفحصك قالت لا لا أريد شكلي هكذا فأنا أحب شكلي كبيرا ثم زاد وزنها ثم فتحت البابة فرأت طبيبة قالت ما نفتجي لقد زاد وزنك أيضا فماذا كنت تفعلين قالت وردية لقد أكلت شوكولاتة وقالت مجددا أخرج أريد شكلي هكذا لكي أضمر العالم بالكامل ها 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 ثم قالت الطبيبة لقد قتلت قتلت صديقتك ثم قلق قلق القلق أخرج من هنا وعندما رحلوا يتفقدون ناس صفوري صفرية ها سمحوني ش ش شرطت شيئا فعادت صغيرة وعندما ذهبت بنفتجي عند وردية رأتها صغيرة وفتدت للجميع وكان لوزنها وردية أزرق وعندما نادت بنفتجي إلى الجميع قالت شكرا